الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلاماً إلى يوم الدين ما بعد ففي هذه الليلة المباركة في ليلة من ليالي عشر ذي الحجة التي هي من أعظمي بل هي أعظم الأيام والليالي عند الله سبحانه وتعالى التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام فيها العمل الصالح وحب إلى الله من هذه العشر أي عشر ذي الحجة إلى ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء ومن أجل الأعمال الصالحة التي يتقرب فيها العبد إلى ربه في هذه الأيام العشر والليالي العشر العلم النافع فإن العلم النافع من أعظم الأعمال الصالحة وهو من أعظم الأعمال التي تكاثرت فيها الفضائل في الكتاب وفي السنة حتى أن أهل العلم ألفوا في ذلك المؤلفات في فضل العلم وأهل العلم وذلك يحتسب المر مثل هذه الجلسات قربةً لله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركات قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب سنة العصر لا زل المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأبواب في السنن الرواتب والسنن اليومية المتعلقة بالصلوات سنةً سنة بعد أن ذكرها إجمالاً ذكرها تفصيلاً وقال رحمه الله باب سنة العصر فالعصر وردت فيه سنة لكن هل هي سنة راتبة؟ أم سنة يومية كان يفعلها النبي وأحياناً ويتركها أحياناً الذي عليه أهل العلم أن هذه ليست سنة راتبة كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم بل هي من السنن التي تفعل في الأيام وهذه الأحاديث التي وردت في سنة العصر وهي سنة قبلية اختلف أهل العلم في ثبوتها والأقرب أن هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف ولكن من عامل بها فإن هذا من باب فضائل الأعمال التي قد يتخف فيها ويتساهل فيها أهل العلم في التصحيح والتضعيف قال باب سنة العصر وعن علي بن بي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين رواه ترميذية وقال حديث حسن وصيح أن ترميذي قال حديث حسن غريب وهذا الحديث فيه أن قبل العصر تصلى أربع ركعات ولكن هذه الأربع ركعات لا تصلى بتسليمها واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بينهن بالتسليم بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين والمراد بهذا التسليم المعروف السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فإن العبد المسلم إذا سلم في الصلاة فإنه يسلم على كل صالح من الملائكة ومن البشر ومن خلق الله فهذا الحديث كما ذكرنا أهل العلم اختلفوا في ثبوته وعدم ثبوته ومثل حديث ابن عمر الذي قال فيه عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة رواه أبدو دوود الترمذي وقال حديث حسن وقال حديث حسن وهذا الحديث كالحديث الذي قبله ولكن يزيد فيه الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن صلى قبل العصر أربعا بالرحمة ثم قالوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر قبل العصر ركعتين قال رواه أبدوود بإسناد صحيح وعلى كل حال كما مر علينا أن هذه الحديث لا تخلوه من مقال وحديث علي بن أبي طالب الأخير أن النبي كان يصلي قبل العصر ركعتين هذا يخالف الأحديث الصحيحة التي جاءت في الصحيح أن الراكعتين التي وردت هي قبل الظهر في حديث بن عمر وأيضا يعني ذكرها العلم في هذا الحديث أنه يخالف الأحديث الصحيحة فضعفوه وعلى كل حال من صلى أربعا قبل العصر وصلى ركعتين فالأمر في هذا واسع لأن هذه الحديث مختلف في ثبوتها بينها العلم ولكن هنا من المساء المتعلقة بهذا قوله كان النبي صلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم إلى آخر الحديث فهنا قال يفصل بينهن بالتسليم فالأربع ركعات إذا صلىها لابد أن يفصل فيها كما كان النبي يفعل غير سنة العصر كسنة الظهر سنة الظهر ورد أن تصلى قبلها أربع ركعات هل يجوز أن تصلى سردا بتسليمها واحدة أو لا يجوز الصحيح أنه يجوز الصحيح أنه يجوز المرء أن يسرد أربعا بسلام واحد لكن أيهم أفضل أن يسرد بسلام واحد أو يصلي ركعتين بسلامين لا شك أن صلاة أربع ركعات بسلامين أفضل وأحسن لماذا؟ لزيادة العمل فيها وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وفي زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ولكن زيادة صلاة النهار هذه زيادة شادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الصواب في صلاة النهار أنه يجوز أن تسرد فيها الصلوات تصلي أربع تصلي ثمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في النهار ما ذكره في الليل بأن تصلى مثنى مثنى فعليه يجوز أن تسرت سردا أو يوصل بينها بالسلام كل ذلك جائز هذا هو الله أعلم وصلى الله عليه وسلم على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين